هذا وتعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية يوم غد حرصا من السعودية على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك كما وتمثل القمة العربية فرصة للقادة العرب لملاقشة العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة تأتي استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الثانية والثلاثين امتدادا لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي وحرص قيادتها الرشيدة حفظها الله على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك كما ستسهم القمة في تعزيز العمل العربي الجماعي لتحقيق عنوين المرحلة التنموية التي تنشدها الشعوب العربية ستكون على طاولة القادة العرب المشاركين في القمة العربية الثانية والثلاثين عدة ملفات مهمة مثل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منها ملف الأمن الغذائي وملف الطاقة والتغيرات المناخية فضلا عن تفعيل منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية حول الجماعات المتطرفة وصيانة الأمن القومي العربي هذه الجهود الكبيرة والقيمة على المستوى العربي والعالمي التي تبدلها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والإعداد المميز لإنجاح القمة من المؤمل أن تحقق الأهداف والطموحات بما يعزز التعاون والتضامن والتكامل العربي المنشود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر